اشتركوا في القناة اوكي ما لدي الحركة لقبشيه بصراحة يعني انه يجيبون الماضي حقي لكن يلا حيا حلو واليوم راح نلعب لعبة اسمها The Walking Fish 2 انا اللي انجلت لما بحث The Walking Fish 1 مافي السمكة التي تمشي او السمكة تمشي رقم اثنين فان الجزء الاول ما ادري هذا الشي اللي لحص مخي بصراحة ولكن يزيب دا راح نلعب The Walking Fish 2 اليوم السمكة اللي تمشي هذي قالك رعب الله اعلم بسم الله لما شفت تصنيفها انا في ستيم مكتوب رعب رعب كيف الله العالم اوكي صوت نبضات قلب والي يا السنسفتي لا اله اوكي بسم الله وعلى بركة الله لو عماني عالي بصراحة انا موجود في ايش بالضبط لكن هذا سرير اكله سرير هلابي اوكي شكل العلامة ذي هي علامة الاقفال عندهم في اللعبة هذي بصراحة اوكي شوفوا الوضع هنا ما يطمد دلون ليه لانه في واحد اثنين ثلاثة اربعة قمسة ستة كذا غرف مغلقة وكان معي ستة اشخاص نايمين هنا او واحد ايس حيث بس فين البقية ما موجودين ولا مدري عنهم صراحة كيف يتنقى ستنقى ؟ تباورت ان تنقى بسنة طوال عام لا تباورت بهذا 400 عام في الأمر لا يمكن ان تنقى من هذا اذا كانت اكثر اكثر يقول انو تخير انك تنام لمدة سنة هي اضرب الشيء هذا في 400 سنة يعني انا كنت نايمة 400 سنة الحين ولا ايش هذي اش العلامات هذه والله ما ادري هذا الكود هنا صح ولا كيف أوه شغلت الجهاز هذا إيش سوي إيش سويت أنا أستجون حول العالم يا جماعة أوكي يقول يعني كأنه هذا بوت 3 كانه شي صح هنا من النوم أتوقع ما نقدر نغامر أن نصحي واحد ثاني أتوقع وما لو ما قدرنا نصلح شي هذا ما أدريش بيصير قريب أحبي ما نفهم والله شي سال فالصدق وهنا سويت هنا انتر وجبت العيد أوريدي أوكي جي جي جبنا العيد هذه ببداية ها ليكون أنا بوت 3 يقصدوني هل أنا عينة تجارب لا أوه دقيقي في نزل هنا أو لش نقل لعب الظلام طيب أوكي هذه كانت كانت تفتح من أول ولا بعد ما سويت شي هذا فتحت الله يسترى يا جماعة آها يوزد ليفت شفت هذا سبرينتا يعلموني الحين ديك تهرب أوكي شكل في أوه دقيقي دي أوكي مدريش فيها زعلانة مرة بس تقول البوتز هذولا مصنوعين فقط عشان يدخلون للفضاء أتوقع لكنهم لو فشلوا أوكي يا أخت الفاضلة أنا ش دخلني في الموضوع الآن أنا مين أنتم مين إحنا فين أوكي ما صوت فضائيين شو فضع ما الفضائيين أنا هنا فضائيين وقت بيت طبعا إمرجنسي كولينج أول كرو أتوقع أن أكلم الفريق ما أدري ليه بس الله يستر الصوت قاعد يتلع من الشاشة الفضائيين أوكي هذا كوماند بريدج إليفيتر أوكي وهنا المطباق كيتشن يعني فعلا إحنا في زي السفين الفضائية أوه أوه كذا عشان أشيك تقي شكل فيه شي هنا تقيقي شو لا أنا مفشي بسم الله الرحمن الرحيم الله يستر الجماعة الظاهر اللي هنا كلهم راحوا فيها معت إيش هذا معت بقي اللي أنا الصوت مزعج سمعون صوت دعوستيش أنا أوكي هذه غرفة مفتوحة عندنا لونها أخضر الشيء هذه أرشيف أوه الماضي طب قبل لا ندخل أغلنا تستكشف هنا أوكي في جهاز تسجيل هلا والله شكل في واحد كأنيس آه شكلنا نجمع زي هذه الثنتين إلا شوفوا والله أوكي أوكي نحن نموت في هذه المنطقة أوكي هذه ما أدري شو قالت بس قالت أنه أنا راح أعيد هذا الشي أنه في نفتح غروحة النوم بعد أن نروح مع زي المصعد ونأخذ هذا الشي ونحبس غرفة تحكم شو الشي هذا الله أعلم أنا شوف يا لطيف ليش حطين قزاز كذا ما أدري ش فيهم ذلك مرة أوه هنا وحدة آه شكل هذه إذا جمعتها تفتحنا غرفة التحكم أو الأسنسير المصعد توقع توقع المصعد بس لقينا وحدة يالله على بامك يا قريم الله أوكي أوكي نحن بقي لي وحدة أخيرات وقع بعدين حيشتغل المصعد يمكن أتوقع هذه اللي فهمت من كلامها والله هنا كان في غرفة ثانية برضو شفت أظن خضراء يب هذه الشي هذه خلينهاوس أوه حديقة خضراء الله يستر ما في كشاف والله ما في كشاف يا جماعة ترضى الله يستر يا جماعة واو النباتات كيف قد ماتت واو 400 سنة أوه ناقلك شوفونا أيو أيو هذه دقيقة السلام عليكم جوالدوش للظلام ليش ما معايا كشاف في الفضاء أول حاجة لو بسافر في سبينا فضاء أول شيء معايا لازم يكون كشاف باوربانك بس حتخلص ببطارية صحيح لا أدري بزد راح للموضو لازم 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 كشاف أوكي أوكي مشكلة أنا كلما أخاف الموضوع أنه روح بكذا أذكر أنه سمكة راح تمشي يعني ما أدري أوكي توقع أنه هذا المفروض أنه شغلنا غرفة التحكم أوه الله يوه والتفجع وربي أوكي أنا ما دي والله شكلك مرة زي زفتي رجل ما دي أنا خاف ولا أضحك سمكة على رجول إنسان ها وصوت بشري سمكة ويدينصور بشري أضع غرفة التحكم صح ياب غرفة التحكم ما دي أنا أقفل ولا لا ما دي أنا أقفل على نفسي لا الله يقلع أبو الحالة الله يقلع أبو الحالة الله يقلع أوه يدمشني يا قارت قريبة بالله وربي قريبة دقيقة 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 يولد كحزيت كني قاعد ألعب زومبي بلاك أوبس كده قعد ألف دقيقة يا لا تقول لي راح تعال شباب باشا يا راح يا راح ها دعال ها دعال والله هذا الدم كله عشان ولي شوف الناس اللي قد أكله مينها يا رب ياهو إيش ذا يخترق جني ذا أوكي ما معلن نروح المسعد أتوقع أجالي ذا كذا ضيعته 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 أقلع ذراس شوفك في شكله جولد هطف وربي هطف والله هطف ما فين جاء أصلا وين المسعد ما قدرنا نحبسه والله كل ما حبسته يطلع هذا المطبخ أتوقع أقفل على نفسي داخل غرفة التحكم أنا أقفل على نفسي في شيء هناك أسوي أتوقع أوهوه الله يشغل عدوك قل آمين دخلنا سويه هنا حركة وانتو أصبر ها ده ها ده يعني هو من رغبي للدرجة دي يعني خلاص نسي مني حبيبي هنا ليش أنت مصر إلا تقعد هناك واشا كعف كعف أوه لا تياقضي علي يا إله لا أم الغبايا آه السمكة غمية سمكة دي نصور رجل بشري وصوت بشري واو ما دي صراحة الفكرة حلوة بس اللي فكر في اللعبة يحط أنه الوحش سمكة ليه تعفت أيوه أوكي ايش عندنا هنا يا حبيبي أوه جوي كودينغ ها شايفني يا حبيبي أنا شوفوا الجثة هذه يا جماعة كيف في أسماك يكون تحول كان بشري وتحول إلى سمك الله ما أدري ما عد أعرفت أوه فيه لغز فيه لغز فيه لغز أتوقع أنه هذه الطاقة صح نطلعها من هنا يمكن دقيقة كده توقع عن شغال المصعد أيوة لنشوف النور بس لمبة الإليفيتر ما اشتغلت أصبروا من يفهم والله هنا هذه كانت شغالة لما شلت هذا راحت طفيت توقع الحين المصعد مفروض شغال أتوقع أوه لا هنا فيه كمان لحظة هذا عكس أظن وهذا يكون على تحت أيوة لتس جو أشتغل الإليفيتر أشتغل الإليفيتر الحين شغال اللي هو المصعد يعني تحليلي كان صحيح نوعا ما هلا والله كالحال الله أكبر مرة ما أحد أشتاق لك يا رجو والله تراك ما تخوف وربي ترهيبتك في الحضيظ الإليفيتر الله أشتغل طب أنزل أنا صح سلامة بالشباب الله أعلم وين إحنا رايحين وووو وصلنا الدور اللي تحت وفو الدور ذا فخم تصدقون نوعا ما أوكي أولي حبش في اللعبة تعلق يولو طيف أوكي قاعد تكلم عن الشياء كيميائية ومدري إيش وهنا ما يبدينا نسوي المحلول ذا دقيقة كذا يمكن نفعلها كلها لا برضو ما يبدينا أوه يبدينا سواها وسيط طب اللي سويتها هنا الحين هذه أنسيف يعني خطيرة أتوقع بديني أخذها طيبة هذه السلاح ولا إيش مدري والله أولي شوفوا هنا يقلع أبو الدراسة اللي على برنامج الرسام مدري الورد يا رجل إيش هذا قاعدين يدرسون السمك يوالله قاعدين يدرسون كافي شوفوا هذا هو شكل جلدهم صنعوه جلدهم في الأخير يا أخي التجارب هذا أنا ما تعجبني أوكي هكيف نحول هذا إلى هذا قل لك أوه هنا في درجة حرارة معينة شكلوا في أشياء جوة يا حبيبي يا الله يا استراجينا سمكة زيادة أتوقع أنه مهمتنا نرجع السمكة هذه طبيعية يا جماعة ولي يا جماعة شوفوا السمكة يا أخي حتى السمك ما خلوهم في حالهم الله المستعان يا حبيبي شتى البرنامج اللي بتقولهم مع الورد ما أنا فاهم ديك ديك فيه كلام محمر لا يقلون لا يكتشفك اللي يلابس قبع وعنده شنب يعني فيه أكثر من سمكة وكل واحدة لا يشكل وهذا المحلول اللي أنا سويتها شفايدة تمام ديني أخذاش الفايدة إذا طبيعا إذا سويتها هاشفوا رأس السمكة رجل إنسان ويد إنسان وصوت إنسان ما تقدر تحس نقجاد لأنه في الأخير لوح سمكة يعني ما أدري بس لما تفكر فيها إنه سمكة متحولة يعني تجارب تحس موضوع شوية جدي نوعا ما وهذا مقفل عادة هذا شو الله أعلم أوكي هذا يقول فيه حاجة ناقصة عشان ذا يشتغل موجودة في ردهة الآلة أو شيء زي كذا طيب معقولة هنا ما عندي شيء ترسومي أنا يا جماعة أتوقع أني راح أروح للمكان اللي كان هذا يقوله قبل شيء المشين مدري إيش توقع أنه هناك مدري في فوق يمكن يخلنا نشوف الله يستر هاي تحرك أما ما بتحرك أوكي أجل فيه شيء نسويه شوفوا أنا متأكد إنه الشيء الكيميائي هذا ليه دخل في الموضوع صدقونه هو الشيء اللي نسويه يو يا جماعة يقلعهم من الغباء أنا هذا ما توقعت إنه هذا يتكلم فعلا عن نفس الشيء هنا أنا أول ما جيت هناك بشيء قاعد حط ذا و ذا و ذا و ذا كلها أحسبها زي المفاتيح بس طلعت هذه عبارة عن سوائل مختلفة تخلط اللي تبغى تخلطه وتسوي فلما تجيب المركب الصح تقدر تأخذها توقع لأنه هنا أنسيف كمباوند يعني مركب ما هو محفوظ يعني هذا شيء من الكيس حرفيا بس الشيء اللي بنحطها ما أعرف بصراحة بس هنا قال حاجة بتكون لونها أزرق المفروض اسمعوا ردووس بلو لكويد يعني سهل أزرق المفروض بعدين قال إنه واضح إنه خلاص 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 أسقط لو السباح شكرا بعدين قال إنه الواضح إنه المركب يحتاج إلى عنصر ثالث فمعناته عنصرين هي اللي تصنع اللون الأزرق بعدين يبغى لنا عنصر ثالث وهنا جا تكلم عن العنصر الثالث هذا واضح إنه بعد ما أكل أو مدري ومراحة هنا الثالث يقول سمعتوا لا ما قال اسموك المفروض إنه المركب الثالث يعطينا حاجة زي تطلع زي الدخان المشكلة الآن شا قد أجرب أنا يعني هذا مو أزرق يفل هذا جيب هذا هل أطول أوه أوه أزرق 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 سويتها أزرق هذا الأزرق أوكي اش حدثنا حطيت هذا وهذا أوكي طيب الحين يبغلنا حاجة اسموك حاجة إضافية ثالثة مفروض طلع اسموك خلاص خلاص قنا أجرب ذا لا أوه شكلهم مرة واحدة كلهم الثلاثة طب دقيقة دي خلنا أجرب هذا وهذا خلنا أجرب أوشي هنا كذا لا ما أعطانا لون أزرق كيف كذا طيب هذا وهذا وهذا يا ليل طب هذا أعطاني أزرق يبقي قصد المحلول النهائي يعطي لون أزرق فدام ذول الثنين أعطوا الحالة وهم معلاتهم غلط لازم غيرهم يعني أوكي نكمل أوكي هذا كمان أعطانا أزرق طيب خلنا أجرب أوشي دقيقة كذا كذا خلنا أحط اللي بينهم هذا الثالث يكون لا هذا وهذا أقول هذي طيبة قولت ليه كون في فوق لوحة كان مرسوم عليها وأنا ما انتبهت ليه كون فكرتي كلها غلط الله يستر أوه 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 استمتتا لاتس كوو اشطلع اشطلع هذا وذا وذا والله مدري بس زي داني أخذت هو مفروض أني معايا أتوقع الحين الحمد لله توري قاعد أقول له يكون غلط الحمد لله هالا حبيبين حطوا هنا الساعل زي ما أسمعنا هذا كان يتكلم لاتس كوو هذا يشتغل الله يستر الله يستر هذا حديد يعني معناته شكل فيه وحش ولا إنا في الموضوع شكلوا أبو مستاش وقوه بعه وصلنا وصلنا الله يستر أوه لا هذا اللي ما كنا نبغى ايش لودينج ليفل هذا ايش فيه قولت زي بلاستيشن وان عشان ينقلوني لازت لودينج ليفل يوو يام زمان وهذا معادي يشتغل ها يعني خلاص معادي في راجعة الله يستر من هذا الدور واضح أن هنا الفجعات كلها وف باب ثاني يو ولد الحماية هنا شكلها ماكس ليفل ليفل ماكس يا أخي سيلي ماكس ليفل أوك خلنس مع هذا أوك إذا واضح نمرز علىها لأن يقول كل ما هنا نزلت أشم ريحة سمك في الأكل مكان الأكل يعني ريحة سمك وعظام سمك فبلاي يا أخي نظف الأكل بعدك أوك ما درى أن فيه سمكة كاملة أصلا موجودة تتحرك يا حبيبي عشان كذا الريحة موجودة أوكي نديني كلها مقفة أوف شو هذا لا تكون لي على الفضاء أوكي دي كلها مقفة للبيبان يا عيني ثلاثة أبواب الله يستر الله يستر أوكي جينا عند كمبيوتر ثاني وورقة يا عيني أوكي جماعة لا توقعني راح أوقف هنا اللعبة طلعت طويلة صراحة ما توقعت إنها كذا توقعت إنها أكثر لكن لو تبقى أن نزل جزء ثاني عنها حطوا لايك مرة على المقطع داخلنا نشوف دعمك وتفاعلكم اللعبة في البداية صراحة توقعت إنها حقوقت أضحك لأنها غريبة نوعا ما سمكة وكذا ما أدري كيف بس نوعا ما فيها الغاز حلوة والله فدعمكم على المقطع نخلي نزل الجزء الثاني إن شاء الله قريب فحطوا لايك شانع لتاللعبة عجبتك هم أولا ولا لا وممكن تساعدوني تصدقوني والله فكرة حلوة اكتبوا لي في الكومنتات مساعدات ممكن أجيب كومنتاتكم الحلقة الجاية وأسرار كذا تساعدني في تخطي المراحل الجاية الله يسترد بس لا تعلموني وين الفجأة إن شاء الله تحرقون علي عموبا سبحانك الله وحمدك أشهد أن نستفر تبليك كامعا كم يسوف والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر